اشتركوا في القناة 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 ونزيد البطاطة مغلية هنا البطاطة المسلوقة سلقتها من قبل قطعتها دي بتادي هكذا وزيت عليها 2 طن ألوي يمد بنا شابة وني هاد لفارس يجي شابة ويجي بنينة بلا الحم بلاح تحبة بسحل بناتها يجي شابة يعني شوية برض حوالي وحتلت ثقائق ندي ونرد هكذا في مقالة هنا راح نعمل الحروج انا عملت الملح وعملت شوية عسكن جبير هذا مكان وشوية عدنوس مقطع في الاخير هنا من ناحية تانية بعد مرتحت العجينة كما راكم تشوفون خليتها حوالي وحدة سوية فوق البوتاجي خليتها ترتاح كما كنت شوفوا السمشة ضربة عندي يعني ارتحت ملح في سخانه باش تساعدنا للخدمة هنا راح نبدأ نقرض العجينة بشوية عزيت انا عندي الزبدة اللي دوبتهم راح نعمل ملوق في الوسط الزبدة نستحقها للوسط والزيت نستحقها باش نحل بها العجينة هنا راح نحل العجينة من ديالي مع الكبر اللي راني حابة سكر الارتكر كما قد تكون ابعين تقدو تعملوا حين شات صغيرين كما تقدو تعملهم كبار عن النتيجة نفسها انا راح نعملهم اموايا ما راح نعمل كبار بزاف كما ما راح نعملهم صغيرين بزاف يعني اموايا على حسب افراد العائلة وكيفاش تحبونتوما شوفوا العجينة راهي ما شاء الله تتمشى معنا ما تتقطعش بيان بيان ما راهيش الى السيكي ما راهيش ترجع يعني كما راني نحلها كما راهي تبقى هكذا هدي هنا العجينة التعيم بعد ما حليتها هنا نجيب لافخص وبيان سور لافخص ديالنا لازم تكون باردة باردة تماما لو كد ما تكونش باردة راح تقطع لكم العجينة وما راح تجيكم مليحة يعني راح تنغبنوا في الخدمة ديالكم هكذا اعملوا كونتي دي مليحة انا عملت كونتي دي مليحة لانو حبيت المحينشات دياليجو معمرين مليح ما حبيتش هدوك المحينشات الليجو فغير مرقاق أبطان فيهم يعني فيهم التقرميش تعلع جينة كتر من اللافخص نو انا حبيت لكونتخي حبيت فغير مرقاق هكذا عمرت اللافخص ديالي كامل خليتها على الشمب خليت حوالي 2 ولا 3 سنتيمتر قبلها باش نقض نرولي عليها وديني سهلة نكمل هكذا على الأطراف في اللافخص وهنا رح نزيد شوية الخماج غابي هنا انا استعملت المودة غير لانو حبو لغو الضغو في الضياب ابخايا لما عندهم مش قدو تستغنوا عليه واللي يقدر يعملو اكيد رح يزيد في البنات لانحنشات ديالنا بدرجة كبيرة البناتتتعو المليحة انا كما ركو تشوفو يعني بتهللت في اللافخص بيانكم الفو هنا في الباقية العجينا نرش الزبدة التاعي رش كمية مليحة على الزبدة باش ديكم مورقة و ديكم مقرمشة و ديه شيشة شبة رش مليحة كده مشيوها بيد ديكم كما نعمل كما راكم نشوفو ديك الزبدة كونتيتي مليحة هاكضا ونعود نسر الحوز كونكاري وهنا راح ناخدوك الأطراف ونبدأوك مرحلة أولى باش ما نحصلوش في العجينا و مرة على مرة نمسحو يدينا بالزيت يعني يدينا كي يكون فيها الزيت ما راح تلسق في العجينا و راح تساعدنا الخدمة يعني لازم هذه المرحلة يعني ما تخدموش بلا زيت كل مرة نمسو يديكم في الزيت العجينا حتتمشى معاكم بيان ما راح تغبنكم ما راح تتقطاع يعني راح تتمشى ملح ملح كما راح تشوفو كل مرة راح تلسق فيها حتى نكمل كامل هذا الحربوش اللي راح عندي هاكضا غير بالعقل يعني يتمشى معاها بالعقل أنا كم عمرا عندي حربوش كبير ونحاولو نسقمو يعني عيننا ميزاننا نحاولو نسقمو بالعقل واحنا نتمشى معاها هاكضا كما راح تشوفو كل مرة راح ندهني ديا بالزيت باش ما تغبنيش وهنا الباقية يعني جبتو ديا غقدمو عليها لانه راح نعملو ميكوتي تحتانية وما راح شيبان هاكضا هنا راح نقلبها وين اغلقت انا يا راح نعملها مجيها تحتانية هاكضا هنا راح نسي نجبدوها شوية نطولوها هداك الحربوش تعنا ماشي الحاجة يعني جيت باش هاكضا يجيوا قد قد يعني ما الطرف للطرف يجي الحربوش تعنا كيف كيف بس كي نكونوا نرولي وتعية تعية ويجي واحدا جيها شوي يخشيني على جيها هاكضا يتو نحاولو نسرحو هاكضا ونسقمو صح ما تحاولوش يعني تجيبو بتستعملوا القوة ولا اهنا ناخدو الطرف بتاع العجينة تعنا ونلويوه نبدوو بيه كما الحالة اولى ونجووا ماشيين معها يعني دوك تشوفوا سهلا 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 الخدمة يعني جيت البلوندو طعافي ديالكم يكون مدهون مليح باش يساعدكم من الخدمة شوفوا تمشيوها النغمال ما تخافوش كامل منها وهداك رافان ديالو نلسقوه عادي دوك فرطياب نغمال راح يحكم وبحدو انا هنا كملتها راح نجيب البلاتو التاعي اللي راح ندخلها فيه ندهنو بشوية تعزيت لازم تدهنو بشوية تعزيت باش حتى الكوتي تحتني انتحها راح يتقرمش ويجي نمليح نرفضها نغمال هاكدا نسقم هديك المحنشاق ديالي اهنا في هاد المرحلة اذا تحبو تزيدو فيها وتكبروها تقدو تكبروها تزيدو فيها تعوو تزيدو حربو شوحد اخر وتلسقوه وتكبروه نغمال انا نوع لحسب افراد العائلة ديالي يعني اكتافيت بن هاد القدر اللي عندي رشو عليها شوية تاع الزبدة وهدي مرحلة ضرورية الزبدة وهنا عندي سافار تحبه اه بتاع بيد هدا مكان ما زيتلو حتى حاشا نمسحوها يعني جيت بولادو غير هدا مكان نمسحها مليح من كامل الاطراف باش تتحمرنا مليح وتعطينا لون دهبي رائع بعد ما نخرجوها ملفور يعني العين تاكل قبل الفم سيسور لمنظر التاح هيكون شباب وهنا عندي شوية تاع البافو راح نرشع لها البافو كما تعرفوا البافو هو مختص المملحات ومخبوزاتي تو شوية برك يعني لما عندكم مش ديرو يعني سوفتم تعملو جنجلان جنجلان مايرقبش مع المحنشا صراحة جنجلان ووي جنجلان وفالا ما تعملوش هنقدرت شوية تاع البافو راح نديد شوية تاع البافو راح نديد شوية تاع زريعة الكتن شوية برك هدا مكان جيت للمنظر برك هدا مكان جينا منظر شباب زريعة البتن شوية لحبتتحها كبار يعني جيت هكال كمنظر هذا مكان وانا راح ندخل هالفور على داني الحرارة اليو تمانين وخليها هذا بروعة رائعة ما شاء الله جيت تحفو شوفوا القرمشة ديالها كيفاش جيت يعني سراحة روعة انا احنا قصيت انتي مخصوف جيست باش نوري لكم هاكذا كيفاش جيت القرمشة ديالها ودوك طبقات من القرمشين روعة ما شاء الله انتمنا شاء الله ستجربوها وتستعمدوها في وصفاتكم الرمضانية السمحولي ولكم سحفت لكم ما تنسى لدعمي بجام وكمونتر للقناة باش لمزيد من الوصفات بإذن الله بيانسير سحفت لكم مع السلامة في فيديو اخر بإذن الله